يوم وظيفي مفتوح نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع بنك الكويت الوطني لتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية حدثية التخرج وذوي الخبر من الجنسين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وقد تضمنت هذه الفعالية عرضا مرئيا لتعريفهم بمزايا العمل في القطاع الخاص وتشجيعهم على العمل فيه نائب مدير عام الهيئة للشؤون العمالة الوطنية عبدالله لمتوطح أكد على أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص طبعا نحن اليوم في يوم جديد وفرص وظيفية جديدة مع شريك مهم في القطاع الخاص مع الأخوان في بنك الوطني طبعا وهذه هي أعتقد أنه سابع يوم وظيفي الذي نعمله خلال السنة هذه والهدف من هذه أيضا هي توفير فرص للعمل في القطاع الخاص من العمالة الوطنية الكويتية وهذا طبعا نحن حارسين عليه لتشجيعهم في القطاع الخاص وتدعمه في خطة التنمية في الكويت وهذا ما نهدف إن شاء الله إلى أن نوصل لأعلى نسب تكويت في القطاع الخاص إن شاء الله نحن نستلم من كل القطاع الخاص وقطاع آخر فرص وظيفية من خلال مواقع الهيئة توصلنا ويتم التنسيق مع الباحثين من خلال تسجيلهم في مواقع الهيئة ويتم معرفة هذه الفرص وطبيعتها والشهادات المطلوبة لها وبعدها يتم اليوم هذا ومن خلال تم عمل المقابلات والتي توفق إن شاء الله راح يتم أيضا متابعته بعد تعيينه القوى العاملة لديها مخزون من الشبان والشابات الخريجين الراغبين بالعمل وينتظرون تحديد مسارهم الوظيفي ومثل هذه الفرص تتيح لهم المجال للانتقاء مع أصحاب العمل في القطاع الخاص الهيئة العاملة القوى العاملة عندها مخزون جيد من الخريجين والباحثين على العمل والحقيقة نستغلها وبنفس الوقت نعرض الفرص الوظيفية بامتيازاتها المادية وامتيازاتها التدريبية والتطورية بالوظيفية بحيث أن نحن فعلا نوفر فرص وظيفية واعدة لأبناء الكويت يبنون من خلالها مستقبل ووظيفي ويرتقون فيها إلى أفضل درجات الوظيفية وتعرف بالأخير الكويت ما راح ينهض فيها للشباب الكويتي وهما عماد ورافد أساسي للاقتصاد الكويتي واللي البنوك تلعب دور أساسي في الاقتصاد الكويتي تنظم الهيئة العامة للقوى العاملة سوق العمل في الكويت من خلال تقديم الخدمات التي تفتح الأبواب أمام الباحثين عن الفرص الوظيفية ورفع إنتاجية سوق العمل وتوفير الحماية والرعاية العمالية وفق القوانين المحلية والاتفاقات والمعايير الدولية لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس